يتواصل القصف الجوي الذي تشنه قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في اتجاهات مختلفة في ليبيا وتزداد معه المخاوف من حدة المواجهات مع فصائل الثوار الذين يهدد اللواء المتقاعد بملاحقتهم وطردهم من مواقع تمركزهم قصف الطائرة تابعة لحفتر مقرا امنيا على الجانب الليبي من معبر راس جدير على حدود تونس مما اثار قلقا واسعا من اخطار تمدد القصف بكل تداعياته وانعكاساته المحلية والاخليمية ونددت بعثة الامم المتحدة بعد ان غضت طرفها طويلا باستمرار وتصاعد مثل هذه العمليات منبهة لاثارها الكارثية الانسانية وتأثيرها السالب على الحوار المرتقب بين الفرقاء بحثا عن استقرار البلاد المفقود المعروف ان الامم المتحدة تعد لعقد جولة جديدة من الحوار يوم الثلاثاء القادم وقد نبه المؤتمر الوطني العام لاهمية التشاور لتحديد اسس وبرنامج الحوار والاطراف المشاركة في غمرة اتهام للمنظمة الدولية بتجاهل فصائل الثوار الموجودين في الميدان بمسمياتهم المختلفة وهم اطراف اساسية في الصراع الدائر وفي نجاح اي تسوية مرتقبة وتنبه اطراف كثيرة لاهمية قراءة المجتمع الدولي وجيران ليبيا لواقع البلاد السياسي والامن الراهن قراءة صحيحة في ظل حديثهم عن شرعية مجلس النواب رغم ان المحكمة الدستورية الليبية العليا قضت ببطانه مع المؤسسات التي شكلها حدث ذلك في لقاء الخميس بالخرطوم الذي قطعته الحكومة المنبثقة عن المؤتمر الوطني الذي اقرت المحكمة دستوريته وتعقد الحالة السياسية والامنية الراهنة في ليبيا كثيرا من اعمال الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور التي تعمل الان خارج فترتها الدستورية المحددة بثمانية عشر شهرا وتحتاج لمعالجة دستورية متفق عليها للمضي نحو انهاء اعمالها وان حدث ذلك فان عقبات كأداء تواجه خروج الدستور المرتقب الى ارض الواقع اولها واهمها كيفية اجراء استفتاء شعبي حر ونزيه وبمشاركة كل الليبيين في ظل الظروف والمعطيات السياسية والامنية الراهنة امم المتحدة بعد ان غضت طرفها طويلا باستمرار وتصاعد مثل هذه العمليات منبهة لاثارها الكارثية الانسانية وتأثيرها السالب على الحوار المرتقب بين الفرقاء بحثا عن استقرار البلاد المفقود المعروف ان الامم المتحدة تعد لعقد جولة جديدة من الحوار يوم الثلاثاء القادم وقد نبه المؤتمر الوطني العام لاهمية التشاور لتحديد اسس وبرنامج الحوار والاطراف المشاركة في غمرة اتهام للمنظمة الدولية بتجاهل فصائل الثوار الموجودين في الميدان بمسمياتهم المختلفة وهم اطراف اساسية في الصراع الدائر وفي نجاح اي تسوية مرتقبة وتنبه اطراف كثيرة لاهمية قراءة المجتمع الدولي والجيران ليبيا لواقع البلاد السياسي والامن الراهن قراءة صحيحة في ظل حديثهم عن شرعية مجلس النواب رغم ان المحكمة الدستورية الليبية العليا قضت ببطانه مع المؤسسات التي شكلها حدث ذلك في لقاء الخميس بالخرطوم الذي قاطعته الحكومة المنبثقة عن المؤتمر الوطني الذي اقرت المحكمة دستوريته وتعقد الحالة السياسية والامنية الراهنة في ليبيا كثيرا من اعمال الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور التي تعمل الان خارج فترتها الدستورية المحددة بثمانية عشر شهرا وتحتاج لمعالجة دستورية متفق عليها للمضي نحو انهاء اعمالها وانهاء